ترقب مشوب بالحذر والقلق حيال التطورات الأمنية في محافظات الشبوى والمحافظات الجنوبية فبعد مرور أكثر من أسبوع على اندلاع أعنى في مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية من جهة والنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات من جهة أخرى نجحت وساطة من وجهاء المحافظة في احتوائها وصلت تعزيزات قادمة من عدن والضالع إلى مدينة عتق استعدادا لجولة قادمة من المواجهات وطبقا لمصادر محلية فقد شهد أكثر من ثلاثين طقما مسلحا محملة بالعتاد والأفراد وهي تدخل ضواحي عتق صوب المعسكرة التابعة للمجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية في السوداء ومدرسات الأوائل فيما تمركز بعض هذه الأطقم في معسكر الانتقالي الواقع غرب الشبيكة فيما قادمت تعزيزات أخرى من عدن والضالع سلك الطريق عزان الروضى وجردان باتجاه مدينة عتق أيضا مواقع إخبارية نقلت عن مسؤول محلي في محافظة شبو اتهامه للمجلس الانتقالي بمحاولة إدخال المحافظة في صراعة داخلية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها بعد إفشال مخطط لتغذية المواجهة المسلحة بين الجيش والنخبة معتبرا هذا التصعيد نقضا للاتفاقيات التي أبرمت بين السلطة المحلية والقيادة الإماراتية في الثاني من شهر يوليو الجاري في ميناء بالحافة وحذر المسؤول ذاته من قيام المجامع المسلحة التي جرى استقدامها من الضالع بمعية الأطقم المسلحة بأعمال تخريبية ونشر للفوضى داعيا قوات الأمن والجيش إلى مواجهة هذه الأعمال وتتزامن هذه التحركات مع مطالب بإسقاط المحافظات الجنوبية بقوة السلاح كتلك التي أطلقها القيادي في الانتقالي الجنوبي عبدالعزيز حيدر القميشي مطالب ترجمها بعض أنصار الانتقال الجنوبي في العاصمة السياسية المؤقتة عدن عندما اقتحموا مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبا في مدينة التواهي وأنزلوا العالم الوطني ورفعوا بدلا عنه علما انفصاليا كما أسقطوا اللافتة الرئيسية التي تحمل اسم وشعار الوكالة ومزقوها بواسطة السواطير وسط عبارات نابية تنال من اليمنيين ووحدتهم وعز بعض المراقبين إقدام عناصر الانتقال على مهاجمة مبنى الوكالة وإغلاقه بأنه خطوة في سياق مخطط يهدف إلى الاستيلاء على المبنى الحكومي وغيره من المقار الحكومي الأخرى من جانب المجلس الانتقالي الانفصالي وسط صمت مريب من جانب السلطة الشرعية التي لم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر